هذا واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسة المفوضات الأوروبية سولا فوندرلاين على هامش القمة المصرية الأوروبية وتم خلال اللقاء التباحث بشأن عدد من ملفات التعاون الثنائية وعلى رأسها توقيع الجانبين المتقب اليوم على وثيقة الإعلان السياسي المشترك لإطلاق مصاري ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة كما تم تناول الأوضاع الإقليمية حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة وقت إطلاق النار في قطاع غزة مشددا على أن مصر ترفض التهجير القصري للفلسطينيين على أراضيها ولن تسمح به